لاحظة لا يجبك يا عبنيت اذا مساء الخير وتحية طيبة لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوفتي من خلال المباشر احنا ما زلنا مواصلين يعني الجولة دينا في جامعة ايدوغرد اللي تبع الاقليم الصويرة لتتبعات 25 كم على مدينة الصويرة باش نعيش في واحد قصة يعني اقرب من الخيال هات السيدة دي اللي كان تعرف على واحد السيدة باقي مريضة بواحد المرض يعني مزمين الوقت اللي التعرف عليها يعني كما تقولوا يعني كان مقابلها في هذا المرض لدرجة انه ديكسي الله تجوجه وكانت تجوجه الجواج دي الفتحة يعني ما زل ما دلش عقد ولكن كان هو كان على امل انه باش يقدل مسائل امره القانونية ويعني قد امر الوطائق دي الوحلة المدنية ولكن بقابل ديكسي الله لانه كانت مريضة بزاف هو كانت ينقلها للمستشفاء باقادير باش تتلقى العلاجات ولكن من الامنت امنتو خلت له هاد البنية اللي يخليها لي وثافة مرهة ولكن الان هو في مشكل ديال انه كيفاش يقدل هاد الوريقة هذه البنية لانه ما كانش ديال عقد ديال الزواج وهو هاديك السيدة نخليه هو يحكي على لسانه كيفاش وقع لي هاد الشي كلشي واشنو ما المشاكل اللي يلقى في المواجهة دياله السريف يعني حكي لنا كيفاش تعرفت على الزوجة ديالك الزوجة كنت خدمة عن سيناس وحتى هي خدمت من ما قلت لقي دمعها جابت لها فطور من ثم ما كنت تعرفنا مني جاد عندي جمعنا مداتها ستة صورة ولا خمسة وهي مرضة كنت مريضة بها مريضة بالكلاوي كتب عندها الطبيب كي يخرج لها الدواوت ترتقل لها الكلاوي دياله باش مداد وكنت تتنقلها عن السبيطر ديال الأقاديين باش تتنقل نعم السبيطر ديال الأقاديين إن كان الحسن الثاني والحسن الثاني فالتوفى الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين فهم رب العالمين وهو هاد الشي لك وجد نسوَّ لك عليك ، علش مداركش أنتوية العقدة؟ يعني فشي الله تعرفتع عليها علش ممشتوش عندي العدول وقدرت عقد الازجواج باش ما تطحش في المشاكل واني يالله يعني الدو زاد عندي ديك أربع سهور الاخرنص وصوص شهور هوية طمم ندي ديك نموذا ما خدرنا نش نديرو أرقا على النجاح سافي سينا الطبيعة والطبيعة عنده هاد هذا ويخرج لها الدواوتة ويخرج لها تانية هاده ويتطانية هادة ويخرج لها الدواوتة وهماركة وديكسافة تزدت عندكم بنية كيف كان في عمرها تقريباً للشريفة؟ البنية نعم البنية دابة عندها 6 سنين ديكسافة البنية مرضت يالله تكون عندها سنين نقول لك عمين و العمين و نسمع يعني كنت البنية باقي صغيرة في عمرها باقي صغيرة بزاف؟ ايه صغيرة انا اخلتها صغيرة اخلتها 3 سنين دابة عندها 6 سنين اخلتها باقي انا اني كان اخسلها كل شيء تزدت الوالدة و جاءتني الى الهنة للبلاد عندما يكون ماشي الوالدة راضي انت تكربص نعم بسبب الله انا باقي صغيرة يعني ما كنتوش انتو معايشين انا في البلاد كنتو عايش انتو الزوجينك في بلاصة فراق نعم ايه 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 ايش كنتو الخدمة اللي كنتو انتو مراتك خدامينا بجيوشكم انا اني خدام بوحدي خدام فافتد منيتي ايه 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 كيف كانت حياتك كنتو معاك انتو اللحظة فشيكا كيف كانتقابل المرتاك و ابنتك بجيوش و عايش معاون بجيوش عايش معاون بجيوش بمكاك مدار معااون وكخارتنا معاون ومساء ماجرد لاشا عيد دالنم ولا منا ولكن علاشة الشريف انتو في اللحظة فش قررت جوج بادي السيدة هذي لماذا؟ لم تفكرتش دير العقد من اللي وولد دير العقد قبل انك تجوج بها؟ لا بلا ندير القاعد بما مردد صبيا ما سقسلنا أما تنويتنا ندير مع القاعد إزاد عندنا البلاد عند الويلائر الدار هنا ومشيت معهم لجامعات ديالتي قيفة إدوثانان مشيت معهم من دارهم وجاتنا معهم من دارنا يعني لا بلا ندير القاعد ما وصلناش وصلناش من ديال القاعد علش ما وصلتش للعقد الزواج؟ ما تساعدتش لوقت ما تساعدتش بعيدة وقت ما تساعدتش معنا ما تساعدتش معنا الظروف على أي واحد وضلك تزادت لبنية هذه وقلتي تزادت وهي باقي المرأة باقي مريضة يعني باقي البنت تزادت وهي تقريبا مرتك ديما ضرب معها كيف كانت المعادة ديالك في هذه اللحظة ما بين البنية ومرأة مريضة؟ ندير البنية عند الخوادرية يتملون عند بنات الخوادرية تنخليها من يوم تنميك تنخليها من الصبيطة على النمرة صافيات شيء ولكن الشريف دروك أغلبية الناس يعرفوش بان هذه المسألة انك ما قدرتش ديال العقد لانه لحظة كنت تتنقل المرتك تدير الصبيطة باش تشافها الله يحمي عليها ووسعي عليها يعني في هذه اللحظة كنت لك في أي وقتين تنشي عند عدول ويجيبوا عنده الجبال ويجيبوا الدار ويجيبوا عقد ديك ساعة ديال الزواج لا تساعدتش مع الظروف الظروف على اي واحد لا تساعدتش لوخ لا تساعدتش لوخ بس ان بزاف عليها أش اللي كان مؤطر عليك؟ ما يخليكش تعاون ما عندكش فلوس بلاس ما عندكش فلوس بسوك ليتجبوش بعمل قائعة ليتجبوش بعمل تشيكل تأخر أما أننا ثم they leave وماذا يتعاون مع الناس الناس اللي تعرف ان يتعاون مع الناس وماذا يتعاون مع الناس وماذا يجعل ولحظة عند الواجبات كيف كنت توازمة بين المرأة وبين البنية كيف كيف كنت تخدم في البنية وتقابل مرتك وتقابل البنتك في نفس الوقت كيف كنت تقدمين هذا؟ مرة ثم ثم أكثر كانت مرة من يلا ولدتها درية قلت نفخو الهارت لها واحد شوية تطلعت لها تنفخو ده ايه شو واحد شوية تطلعت لها ديك تنفخ خالي كرساها من دمك توفت من دمك توفت صمت وش حال خلت في العمر ديالبني ديك الساعة؟ انا قل لك ثلاث سنين ثلاث سنين وضعك شو ما شاكيل دروك من ما فكرت انك تديل حالة مدنية وباه الفكار انك تدي لها ورية قابل ما مشاكيل اللي لقيتHer المشاكيل اللي لقيتها لم تسعد منيش الوقت ستوشatas لجامعتها تدقى وتمش الأجامات وتمش الأذي مختلف منها الليا شوكالك زعة كانت جميع Sa لم يكن هناك جهاز لكي نوصل للمك يعني لم يكن هناك فلوس لكي نصيبك كنت تصور كميات درامين هناك تسعين درامين يالله اكتظر تخدمي ومائن ثلاثة ايام السيمونة يالله كنت تصرف بي شوية كنت تجيب بي شوية بشا والبنية عندها الوثيقة وعندها الورقات يلوي لاذا تزاد اكتبة من هذه الليل Saints مع الوثائق لمن 어느 ذالك مع ذلك ويجب عليك عادة ورقة العرقنية بي شوية تتحييها سعى ثاني في الجامعة إذا اقرد قال ليك أرى السكت نشي بجيبها وأنا ما عنديش بش نزيبها الشي كان مشتتت الجمعة تقية الى دا وتنانو مشتتت الصابتة الظرف ديالي نزيقنا ما عنديش بش نزيبها الشي كان يعني ما كينسس زعن عند منه بش يدير واحد العزاق واشي قول ليك فيما دروك الجمعة الي هيه ما مشتش عندو ما وصل بهم مش واشي قول ليك هناك اعتوني اعتوني اتشي اللي غا تجيب من الجامعة دياليقي و عشو قال لك بالضبط اللي تجيب قالوا لي تجيب الشادة العزوبية و تجيب الشادة الولادة من السبيتر ديالينزكان في الظرف ديالينزكان يعني كيف ستشوف الآدل بنية دروكة انها ما عنداش وريقات ما يحططش في الحالة مدنية كيف ستشوف تحييتها اذا نشوف تحييتها على حياتك اد 라عقة، نريدها جسد ان fisiza إذن على العموم كما تبعتم معنا ومتتبع قناة شوف تيدي من خلال المباشرة من جامعة إيدوغرد يعني هذا الزوج هذا كان خدم في البنية والزوجة دياله كانت مريضة يعني بمارض ديالكيلي كانت ديالكيساعد دياليز ما كانش يتكافى بأنه باش أنه يراقب هذا الزوجة هذه يعني باش أنه يقابل هذا الزوجة يعني ينتبه لها بالإضافة لبنته اللي يالله باقي الزد راضيعة لكي نأتي بتلاتي ياليكوش تيقول الزوج بأنه هو خدم في البنية اللي تيخدم تلت يام تصور ديالك مية درام ما عندوش ديالكي الإمكانيات باش أنه باش يطيح العقد على الزوجة دياله ولكن لحظة فاش فكر باش أنه يقدد الوريقات لهذا البنية هذي اللقاء مجموعة دي العراقل وقاء مجموعة دي يعني الإجراءات القانونية اللي تطلبو باش أنه أنه يتنقلت الجامعة اللي فيها الزوجة دياله وباش أنه يفر كذلك الوطائق هنا في جامعة إيدوغرد على العموم كأن الرقم ديال المساعدة لبنسبة للناس اللي بيتساعده مع السي براهيم باش أنه الناس بنسبة للجمعيات والمتدخيل وكذلك المنتخبين والمسؤولين أنه يساعدوه باش هذي البنية هذي ما تضعش حقها لا فطة مدروس ولا حقها في الحياة وأنها تكون بوطائق ديالها القانونية باش تقدر أنها تمشي مدرسة وتقرأتها بحل البنات وكذلك تعيش حياة عادية بحلها كمواطنة مغربية في المغرب شكرا لكم وتحياتي لكم رقم مساعدة من طفر خلال المباشرة شكرا على المتابعة